الشفاعة طيب طيب الشفاعة يعني كلمة كبيرة هي بتطلق على شخصين في الكتاب المقدس نعم على الروح القدس وعلى الرب يسوع وعلى الرب يسوع طيب إذا المسيح هو الشفيع عند الآب في السماء فإذن كيف ممكن نفهم في كلمة الشفاعة الشفيع معناها المحامي وببساطة شديدة أن كان دور الوسيط هو بين الخاطي والله القاضي أما الشفيع كلمة أدفوكيت المسيح المحامي بين المؤمنين والآب ودي الأرجو الأحباء مش لدي يأخذ بالنا منها كويس أوي الإنسان الخاطي يريد أن يتصالح مع الله القاضي ده الوساطة أما الشفيع فهي المسيح عمل المسيح كمحامي بين المؤمنين اللي قابلوا المسيح مخلصا وبين الله أبوهم فهناك زي ما هنسمع بعد شوية أمور كثيرة تحزن قلب الله الآب والشيطان المشتكي يأتي إلى الله الآب يشتكي على الأولاد المؤمنين فهنا دور المسيح المحامي الذي يحامي عن الأولاد المؤمنين عشان كده الكتاب يقول يا أولادي إن أخطأ أحد فلنا شفيع عنده الآب نعم فعلاقة المؤمنين هي بالآب أما الخاطي البعيد لا يعرف الآب لكن يعرف الله القاضي اللي حكم عليه أجرة الخطية هي موت فيحتاج إلى المسيح الوسيط والشفيع كمان للمؤمنين الشفيع للمؤمنين كمحامي لغير المؤمنين محامي بين أولاد الله والآب أما الوسيط بين الإنسان الخاطي وبين الله القاضي ترجمة نانسي قنقر